السلام عليكم تأهل أيكس للنصف النهائي على حساب اليوفي الحلقة اللي بتيجيكم بالتعاون مع صفحة اليوفينتوس وصفحة أخبار الدوليات الكبرى على الانستجرام وتويتر قبل ما أدخل بالتحليل في مقدمة لا يمكن تجاوزها بما يخص المباراة من وقت القرعة طبعا قلنا أنه الكفة بتصب لصالح اليوفي ولكن المهمة مش سهلة والكفة ما بتميل لصالح اليوفي بشكل كبير والأسباب أولا روعة وقوة أيكس اللي أظهرها بهاي البطولة سواء مع باري منخ ذهاب إياب مع ريال مدريد ذهاب إياب أسماء شابة مدرب رائع ونتائج وأداء قوي جدا جدا ثانيا بسبب علامات الاستفهام الموجودة على اليوفي والمشاكل الموجودة بمدرب اليوفي اللي هو إليجري طيب شو هي المشاكل الموجودة بإليجري؟ أترككم مع هذا المقطع اللي نشرته قبل مباراة اليوفي وأيكس الأسبوع الماضي الآن من المعروف أنه شخصية إليجري أنه مدرب متحفظ متزمت بفكره وأقراراته وأفكاره نعم هو خسر من أتلاتكم مدريد بهدفين ولكنه سجل ثلاثة بالإياب لو رجعنا للمواسم السابقة منشوف أنه التزم بأفكاره أيضا على الرغم أنه بوقت من الأوقات ما نجح فيها نأخذ مثال الموسم الماضي أمام توتنهام على أرضه اتعادل 2-2 بالإياب اتأهل الناس والصحافة نسيت نتيجة الذهاب على أرضه صارت تتكلم بالتأهل أمام ريال مدريد نفس الشيء خسر على أرضه بثلاثية بالإياب سجل ثلاث أهداف وخرج بركلة الجزاء الناس نسيت أنه كيف يخسر على أرضه بثلاثية وصارت تتكلم بتسجيله ثلاث أهداف وخروجه بركلة جزاء نفس الشيء مع أتلاتكم مدريد هذا الموسم خسر بره أرضه 2-0 على أرضه فاز الناس بتحكي بالمجمل الآن الناس هم حرين ولكن من جوانب تكتيكية وفنية وفريق بده يوصل للقب لا هاي علامات استفهام هذا كله اللي تكلمت عنه مشكلة المشكلة الثانية الأعذار أوكي آيكس فريق قوي آيكس فريق شرس ولا نفرض أنه آيكس من قبل ما تبدأ البطولة نحكي ولا نفرض هو من الفرق المرشحة للفوز بهذه البطولة هل هذا عذر كافي للخسارة أنه اليوفي يطلع أمام الآيكس طيب أصلا هي شو مشكلة اليوفي في المواسم السابقة بدور الأبطال مشكلته توتنهام ولا موناكو ولا مانشستر ولا مين مشكلته هو الفرق المرشحة برشلونة ريال مدريد باير مونيخ اليوفي بيعمل مشاكل أمامها وبيخرج وهذا هو دور الأبطال مستحيل أنك أنت تفوز باللقب من دوم تواجه فريق مرشح المشكلة أنه اليوفي أصلا بكل موسم هو مرشح وبقوة وبكون مرات مرشح أكثر من الفريق اللي بيخرجوا من هاي البطولة كل هاي المشاكل سببها واحد ومن ثلاث مواسمه أنا بحكي المشكلة بإليقري إليقري إليقري بدك تحكي لي مدرب ممتاز ولا يصلح لليوفي إذن المشكلة بإليقري بدك تحكي لي أنه الأسماء المتوفرة لا تصلح لفكر إليقري إذن المشكلة بإليقري أغير 11 إسم ولا 16 إسم ولا أغير إليقري ومباراة الأمس على وجه الخصوص كانت المشكلة أيضا بإليقري كيف؟ أنت بتتابع المباراة إذا كانت المشاكل فقط هي بسبب الإصابات الموجودة بالليوفي والغيابات منحكي له هاي مش مشكلة إليقري مشكلة إصابات وحظ تعيس إذا كان سبب الخسارة هو فارق المهارة والعمر واللياقة البدنية بين الفريقين منحكي لا هاي مش مشكلة إليقري هاي مشكلة مهارة مشكلة فوارق موجودة بين الفريقين ولكن لما يكون في عدة مشكلة تكتيكية وتفوق مدرب تكتيكيا على آخر هنا منحكي لا المشكلة بإليقري وخلينا نروح للتحليل نوضح الصورة ونشوف شو المشاكل اللي كانت موجودة بإليقري في المباراة في أول نص ساعة من المباراة اليوفي قدم أداء جيد بل ممتاز أحكم قبضته على اللقاء مثل أي مباراة بلعبها على أرضه لما تكون النتيجة صفر صفر واليوفي يكون مطالب بتسجيل هدف لعب بضغط عالي من رباعي هجومي رونالدو دي بابلا برناندسكي ولاعب قادم من خط الوسط إما متويدي أو أمريتشان فكر بأهم لاعبين بخط وسط أيكس واللي عملوا مشاكل كثيرة لليوفي في مباراة الذهاب تشون وديونغ ضغط عليهم وحرم أيكس من الصعود بالكرة وبناء الهجمة وأجبر أيكس أنه يلعب في ملعب ولأطول وقت ممكن نشوف الصورة اللي أمامكم هي صورة بتجسد أبرز أوقات النصف ساعة الأولى من المباراة حرم أيكس من ممارسة الضغطه على أرض اليوفي يعني حرم أيكس من أكثر شي جاي مارسوا أيكس بأرض اليوفي أو أكثر شي أو أكثر فكرة بتبناها مدرب أيكس والضغط على مفاتيح اللعب الضغط على نصف ملعب اليوفي هجوميا اليوفي كان يعتمد على الجهة اليسرى التفكير بالجهة اليسرى المتواجد فيها يورونالدو وفتح مصار ليرونالدو ليتقدم من الخلف ويروح للعمر من خلال عمل شغل وإرباك لأيكس من الجهة اليمنى الأمور ممتازة وماشي بشكل ممتاز الشيء الأجمل والأروع اللي عمله إليغري في أول نصف ساعة في مباراة الذهاب كانت عندنا مشكلة كبيرة باليوفي إنه أيكس ضغط على بيانت فقضى على فاعلية الهجومية لوسط اليوفي قضى على حلقة الوصل بين الدفاع والهجوم باليوفي بالأمس وبأول نصف ساعة شفنا إليغري بيمنع أيكس من الضغط على بيانت من خلال تبادل بالمراكز رائع بين بيانت وهذا الشيء اللي كانت نتيجته اللي نشوف بيانت بيعمل وبتقدم وبعمل حلقة وصل من دون ضغوطات كبيرة وفعاليته الهجومية كانت ممتازة جدا نشوف الصورة اللي أمامكم نطلع كيف كان هجوم اليوفي وتشوف كيف تحرر بيانت شو كان عامل باليوفي هجوميا هاي اللقطة هي سبب من أهم أسباب أنه اليوفي كان بأول نصف ساعة كان أداءه هجوميا ممتاز جدا عامل توازن رائع في الملعب اليوفي أفضل أخطر المباراة ماشية بشكل رائع تقدم اليوفي هنا دخلنا بسيناريو معتاد بعدما اليوفي يسجل هدف ويأخذ الأفضلية وتكون النتيجة لصالح لو اليوفي كان مطالب بتسجيل هدفين كان شوفنا اليوفي استمر ولكن خلص لما وصل للنتيجة اللي بتأهله المفروض إحنا نكون متوقعينه بعد الهدف اليوفي تراجع بشكل غريب أخذ خطوة للخلف بيانتش رجع مكانه كل شيء كنا نشوفه قبل الهدف أو أول نصف ساعة اختلف رح تحكي لي أنه أيكس استفاق لا لا كانت فكرة واضحة أنه يوفي يرجع أيكس أصبح يضغط على اليوفي بمناطقه اليوفي أصبح يدور الكرة في المناطق الخلفية أكثر قلت ضغط على أيكس بمناطقه ولما اليوفي يتراجع شي طبيعي زيادة العددية في الوسط قلع عطاءه ويتأثر خطوة وسط اليوفي ديونج تشون رجعوا للمباراة ورجعوا يشتغلوا بشكل ممتاز اليوفي فقد عمق الملعب رجع أيكس للعبة أو إليجري رجع أيكس للعبة الثلاث الهجوم اللي تقريبا أول نصف ساعة ما شفناهم هم كانوا يلعبوا بنصف ملعبهم تاديتش زياش نيرز الثلاث هذول بشو بيمتازوا؟ وبالسرعة هذا أولا بيمتازوا باللا مركزية لا مركزية يعني بيسووا إرباك لدفاع الخصن الآن لما يلعبوا بنصف ملعبهم ما بيعملوا إزعاج وما بيستفيدوا ولا بيعملوا لا مركزية ومن الممكن يسمحوا عبئ لأنه بهذه اللحظة أو بهذه الظروف من الممكن أيكس بيكون بحاجة للاعبين أكثر ثبات على الأطراف ما بيمتازوا باللا مركزية ولكن لما تقدم هذا الثلاثي كانوا يعملوا اللا مركزية المزعجة خصوصا تديتش هذا اللاعب الرائع جدا والذكي طبعا الآن مثلا مراقبة تديتش واللي بيعملوا تديتش في المباراة هذا كمان يقع تحت عاتق إليغري لأنه هذا تديتش عملوا قدام ريال مدريد قدام ريال مدريد ذهاب إياب وعملوا مباراة اليوفي الذهاب ورجع عمله بيرجع تديتش لوسط الملعب يعطي زيادة عدية لوسط الملعب وهو لاعب ذكي جدا جدا بالتقدم وتوقيت التقدم نشوف الصورة لأمامكم تديتش وين عن نهاية الهجمة وين أصبح ما كان عنا وقت طويل بين هدفين هدف أيكس وهدف اليوفي أيكس سجل هدف التعادل الآن هون منشوف الاختلاف بين المدربين واستغلال الظروف والتوقيت اللي أنا بتكلم عنه هل مدرب أيكس بعد ما سجل الهدف عمل مثل ما عمل إليغري؟ قال وصلت لللي بدية والآن أنا بحاجة هدف بتأهل لا استغل الظروف واستمر بالضغط الضغط الضغط وبيسعى لتسجيل الهدف الثاني لحتى انتهى الشوط الأول بالشوط الثاني حاول إليغري أنه يدارك الموقف وأجرى بعض التعديلات على أرضية الملعب طبعا هو خسر دي باله بسبب الإصابة أشرك مكانه كرأس حربي الآن بهذا التبديل جماهير اليوفي استبشرت خير أيضا حاول إليغري يعمل اللي عمله أمام أتلاتكم مدريد بما يخص إمريتشان رجعوا للخلف لحتى يقدر أنه يطلع من الضغط اللي بيمارسه أيكس على ملعبه طبعا تغيير موقع إمريتشان بهاي الطريقة أذكر أنه شرحته سابقا أنه بأثر على مركز بانوتشي لأنه بيصبح أنه تقريبا عندنا ثلاث قلوب دفاع بهاي الحالة بانوتشي بتحول كلاعب وسط كاذب وهي واحد من الأفكار اللي أول مدرب طبقها هو كيكي سيتين مدرب بيتيس ولي طبقها أمام برشلون وتكلمنا عن هذا الموضوع في بناء الهجم قلب الدفاع هو قلب دفاع في الحالة الهجومية هو بيكون أقرب لاعب للاعب الارتكاز ليحل مكانه ويغطي يعطي أفضلية بالتقدم للاعب الارتكاز للأمام خطوة هذا الشيء اللي عمله إليجري أيضا أمام أتلاتيكو مدريد ولكن كان عمله أمام أتلاتيكو مدريد عمله بيكليني اليوم أو بالأمس عمله مع بنوتش ولكن ردت فعل مدرب أياكس واللي عمله مدرب أياكس جنون ضغط عالي ضغط مثالي خمس أو ست لاعبين دائما بمنتصف من ألعب اليوفي اليوفي مش قادر يطلع بالكرة أبدا ما في حلول بتيجي أنه نطلع بالكرة كيف نطلع بالكرة مش عارفيني اليوفي يطلعوا بالكرة نتيجة الضغط المذهل اللي قدموا أياكس أمستردان والضغط اللي بيمارسوا أياكس الضغط ذكي جدا تركيز عالي ومن نفس الوقت فيه هجوم موضعي مثالي شوفوا الصورة اللي أمامكم كم اللاعب من أياكس بيضغط أربعة لأربعة أو أربعة لخمسة من الممكن تشوف أربعة من أياكس مقابل ستة من اليوفي ولكن الذكاء والسرعة والهجوم الموضعي وحركة اللاعبين من دون كرة والتمركز وإرباك قلوب الدفاع هذا الشي كان بصب لصالحهم حتى لو كان عددهم أقل في منتصف ملعب فكيف احنا منحكي عن زيادة عددية أيضا هجمات أياكس مستمرة وقطع الكرات مستمر وهجوم اليوفي غائب استمر هذا الشي لحتى أياكس سجل الهدف الثاني نروح الآن على سيناريو آخر أياكس سجل هدف التقدم أصبح اليوفي بحاجة هدفين شوفوا التوقيت اللي رجع فيه مدرب أياكس قال لي الله نرجع ونعتمد على الهجم المرتدة اتراجع للخلف وطبق أفكاره بالهجم المرتدة شو بدك بلعب معك؟ هاي احنا قلناها عن أياكس فريق إيش بدك بلعب؟ بدك أعطيني هجوم بلعب هجوم بدك تضغط بتراجع بلعب مرتدة وعندي أنا أكثر من سيناريو والاختلاف الكبير بين المدربين أنه آياكس منع اليوفي من تطبيق الهجم المرتدة لما كان اليوفي بحاجتها بينما اليوفي ما منعهم من تطبيق الهجم المرتدة بنحكي عن منظومة مدروسة أفكار مدرب على أرضية الملعب مع لاعبين بتناسبوا مع أفكار هذا المدرب الشيء اللي مش موجود باليوفي للأسف شوفوا الصورة اللي أمامكم وهذا آياكس لما تراجع لما سجل الهدف الثاني وقال يلا نتراجع ونلعب على الهجم المرتدة شوف كيف ترتيب الصفوف الموجود عند آياكس الآن شيء طبيعي لتدارك الموقف اليوفي يحجم بأكبر عدد من اللاعبين يترك مناطقه مكشوفة روح عالية إصرار ومهارة عند مدافعين آياكس عدم استغلال لنقاط ضعف موجودة بدفاع آياكس وتكلمنا عنها سكرينشوت ما قبل مباراة آياكس واليوفي الذهب بما يخص الكرات العالية والتركيز على بلند ورونالدو يروح لبلند وعكس كرات من الجهة اليسرى واقتراح قدمناه لأكثر من المرة أن بيرناندسكي يروح للجهة اليسرى ويعكس كرات على الجهة اليمين ويكون كريستا رونالدو هو اللاعب الأقرب لبلند انتهت المباراة نعم في فارق بالعمر باللياقة البدنية بالروح والإصرار في فارق كبير بإدارة المباراة بين المدربين والأفكار وكيفية وتوقيت تطبيقها على أرضية الملعب اليوفي خسر المباراة بالذهاب لما فيشل بتطبيق الأسلوب الأفضل والأنجع على أرض الخصم أنا ما بنسى أني أنا قلت بكون مع إليجري إذا لعب بأسلوب دفاعي ولكن يحل المشاكل الموجودة بالفريق وأبرزها التحول من الدفاع للهجوم والعكس وكلها هاي من حلت نفس المشاكل كانت موجودة حتى لو كنت لعب بأسلوب دفاعي في أوقات بتستغل لحالة الإرباك اللي بيعيشها خصمة كوي يستوجب عليك أنك أنت تهاجم وتبادر وتفاجأ ولكن أعتقد أنه الآن جميعا لازم نتفق لازم إليجري لازم إليجري يخرج من اليوفي على الأقل تجديد روح لأنه أصبح الموضوع ممل بالنسبة لجمهير اليوفي اليوفي ما بنحكم عليه بالألقاب المحلية أبدا لأنه أنا متأكد مليون بالمئة بالأسماء اللي بيمتلكها اليوفي شيل إليجري يجيب أي مدرب آخر في العالم بيأخذ الدور الإيطالي هذا الشيء لازم إحنا نعترف فيه لاعبين نجوم بالعالم بكل المراكز بيمتلك واحد من أفضل اللاعبين في العالم هيك ما نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك كان معكم طبعا أحمد من صفحة موقع وقناة تكتيكات كرة القدم إلى اللقاء